تجربة البريميال ليج كان فيها حاجات كتيرة رائعة وحاجات أيضا غريبة شوية مع تشالسي انت كنت في أفضل أحوالك على الإطلاق وأفضل لاعب الفريع على مدار موسمين متتاليين ثم رحلت بشكل مفاجئ عن تشالسي إلى منشستر يونيتد لماذا رحلت عن تشالسي في هذا التوقيت وهل جوزي مورينيو كان صاحب هذا القرار؟ لا أنت تتحدث عن مواقف وأشياء في كرة القدم قدمت موسم رائعة مع تشالسي وعلى مستوى الشخصي استمتعت كثيرا بفتراتي في تشالسي فوسط بدوري الأبطال والدوري الأوروبي والبريمير ليج كانت هناك لحظات رائعة لي في لندن ولكن أنت تتحدث عن بعض الظروف لعبت لفترات أقل بدأت ألعب لفترات أقل النادي أيضا كان يمر بفترة ليست بالأفضل سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الاقتصادي ولهذا قررت الرحيل ليونيتد وكان القرار الأفضل للجميع